بين وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا اليوم الخميس 7 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس 7 مايو 2020 خروج 72 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم من المصريين وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2378 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم تعفيها وذكر أنه تم تسجيل 293 حالة جديدة اليوم الخميس 7 مايو سبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقاصي التي تجريها الوزارة وفق لإرشادات منظمة الصحة العالمية كما تم تسجيل اليوم أيضا 13 حالة وفاة جديدة وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس 7 مايو 2020 هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي كما بلغ عدد حالات الوفيات حتى اليوم 482 حالة وفاة وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المتوجدين بمستشفيات العزل يبلغ 1890 مصابا بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حالة حارجة ويتلقون الرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقا لبروتوكولات العلاج المحدثة وعن أبرز الإحصائيات للوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بدول العالم فقد احتلت مصر المركز 51 في نسبة الوفيات من إجمال عدد المصابين كما احتلت المركز 157 في نسبة التعافي من الإصابة وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن كما احتلت أيضا مصر المركز 143 من حيث إجمال الإصابات بها نسبة لكل مليون نسمة حيث بلغ عدد المصابين 74 لكل مليون نسمة في مصر واحتلت المركز 46 في أعداد المصابين بالفيروس من بين 214 منطقة ودولة حول العالم في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو بشاهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة